فجرت قوات الاحتلال اليوم منزل الأسير عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية بجنين شمال الضفة الغربية المحتلة عقب اقتحامها للبلدة بقوات معززة ويعتبر منزل جرادات الرابع الذي تنفذ سلطات الاحتلال قرارا بهدمه بعد منزل شقيقه الأسير غيث جرادات والأسيرين محمد ومحمود جرادات وأربعتهم يتهمهم الاحتلال بالتخطيط والمشاركة في عملية قتل مستوطن قرب بلدة برقة شمال غربي نابلس في بؤرة حومش الاستيطانية المخلى مرسلنا كان هناك لحظة الهدم وعاد بالتقرير التالي دمار كامل خلفه تفجير الاحتلال لمزل الأسير عمر جرادات هنا في بلدة السيلة الحارثية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية هذا التفجير الذي حدث عقب اقتحام قوة معززة من جيش الاحتلال للبلدة فجر هذا اليوم ووصل مهندسي جيش الاحتلال إلى المنزل وزرعوا جدرانه بالمتفجرات قبيل تفجيره في لحظة أحدثت دوي كبير هز البلدة بأكملها هذه البلدة التي اشتعلت مع اقتحام قوات الاحتلال وحدثت فيها مواجهات بين شبان البلدة والقرى المجاورة مع قوات الاحتلال بالإضافة إلى اشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال المقاومين أطلقوا النار صوبة آليات الاحتلال التي اقتحمت البلدة كان هناك ثلاثة إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين نقلوا إلى مشافي مدينة جنين هنا نتحدث مع أبو المنتصر بالله والد الأسير عمر جرادات اليوم هم بعاقبوكم بشكل جماعي تبعا لاتهامهم عمر وغيث شو بتقول اليوم انت كرب أسره والد لأسيرين زوج أسيره وثلث أسره اليوم المنتصر بالله الكبير غيث الله حزب الله عمر الثلاثة بالسجن وإمهم بقول انه اللي بساوه انتوا له عدل ولا في عندكم قانون ولا ديمقراطية بتتبجحوا وتتباهوا في العالم كذب انه احنا دولة قانون واحنا بلد عالم كلهم في الشحدة ديمقراطية انتوا عملتوا لنا تشتيت وتدمير وتهجير وتطير عرقي مشان طفل 17 سنة انتوا بتتمهوا تهتهموا واعتقلتوا وبتكم تأبدوا انتوا بتقولوا لبستول عمل الكتل حبست زوجتي مريضة 50 سنة حبست أولادي ثانين شتتوا أنا أولادي صغار أنا معلم مدرسة عمره 59 سنة إلي 33 سنة في الخدمة مريض فيه 20 مرض وجيت وشتتتوني مش مرة ومرة وثلاثة وثلاثة واربعة وطلبتوا للمخابرات لسالم وحققتوا معاي وكنتوا بنهد بيوتك بنا ندمر حياتك بنا نحبس نقبض مرتك نحبس نقبض ولادك قلت لكم يا ساوو ليش انتوا ما قالوا احنا دلت قانون قلت لقانون بعاكبش وطهر أو يعني عاكب جماعي ودمر هالتدمير وبالكم يا ساوو أنا أسمى أماني الموت قال لحج انت صغير أو لعاك اديش عمره قلت لعمره 59 سنة قال لزي كتول لعمش صغير أنا خلصتوا بعدين الحياة اللي انتوا فيها الظلم هذا أنا بس تحملوش قبر الكبور بيد عني 7 متر أظن قلت لما فتوعد بتشوفوا جيتوا شفتوهن أنا كل أسمى أماني الموت شكرا اذا يعني ممارسات الاحتلال فيما يتعلق بالتهجير القصري التطهير العرقي العقابة الجماعي بحق هذه الأسرة الفلسطينية عائلة جردات الأسيرين عمر وغيث المتهمان بتنفيذ عملية برقة نهاية العام الماضي وشقيقهم الأسير المنتصر ووالدتهم هي صورة مصغرة عن سياسة التطهير العرقي المتبعة بحق الفلسطينيين وهذا ما سيجري خلال الأسابيع المقبلة في مسافر يطى إلى الجنوب من الضفاء الغربية حيث يخطط الاحتلال لإخلاء 12 قرية فلسطينية في تلك المنطقة عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن بالإضافة إلى الرجال سيصبحون بلا مأوى في نكبة مصغرة عن حالة النكبة الفلسطينية المستمرة منذ 74 عام في محاولة لاستيعاب غضب المستوطنين وخوفا من تفكك حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بعد عملية المزرع العاد تسعى حكومة نفتالي بنيت للمصادقة على بناء 4000 وحدة استطانية جديدة في الضفة الغربية منذ لحظة وقوع عملية المزرعة لم تتوقف الانتقادات الحادة في وسائل الإعلام العبرية للمؤسسات السياسية والأمنية في كيان الاحتلال لفشلها في ردع العملية قبل وقوعها أو حتى بالوصول بسرعة لموقع العملية ولعل بحسب الإعلام العبري الفشل الأكبر يتمثل بعدم قدرة الموساد ولا مختلف الوحدات البوليسية والعسكرية والاستخباراتية بإيجاد المنفذين بعد مرور ساعات بل أيام على العملية أيضا كونها تأتي في ظروة استنفار أمني في ظل إغلاق على الضفة وبعد سلسلة عمليات سبكتها أربع عمليات على الأكل بنفس الطريقة لذلك هذا أعطى انطباع على ذا الجمهور وكأن الحكومة عاجزة كليا وهذا ترجم على شكل خيبة أمل وإحباط وأيضا مطالبة بأن هذه الحكومة تخلي مكانها وأنه هي ضعيفة وفاشلة في مواجهة هذا النوع من العمليات وسرعا ما خرج العشرات من المستوطنين للاحتجاج في الشوارع مطالبين رئيس وزراء الاحتلال الحالي نفتالي بنت بالاستقالة الفورية بعد فشل الحكومة الحالية بردع أي من العمليات الأخيرة والتي أسفلت بحسب إعلام الاحتلال عن مقتل 19 مستوطنا خلال شهر ونصف فهل سيعود بن يمين نتنياهو إلى الساحة من جديد؟ أعتقد أن هذه الحكومة لن تصمد إذا يعاشت هذا الأسبوع أيامها محدودة لن تعمر أكثر من أسابيع قليلة والبديل المطروح هو نتنياهو نتنياهو يملك تكتل متماسك من أحزاب اليمين والأحزاب الدينية والليكود مجموعة 54-56 مقعد أي تحالف قادم لن يكون دون هذا الاتلاف لذلك هو سيكون إما رئيس وزراء أو شريك أو بالتناوب مع جانس أو غيره حذا حسب الاتلاف أو الذهاب الانتخابات وعندها أعتقد لتنياهو سيكون أيضا في مكانة جيدة وفي سبيل تخفيف الغضب لدى المستوطنين أسرعت حكومة نفتالي بنت بالإعلان عن نيتها المصادقة على بناء أربعة آلاف وحدة سيطانية جديدة في الضفة الغربية في انتهاك جديد للحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية وإلى مصر حيث قتل أحد عشر جنديا إثر تصديهم لهجوم شنه مسلحون على إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس بحسب ما أعلن الجيش المصري في بيان هذا اليوم وفاد البيان بأن مجموعة مسلحين قاموا بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن مقتل ضابط وعشرة جنود وإصابة خمسة أفراد وضف البيان الذي لم يوضح موقع الهجوم بالتحديد أن العناصر الأمنية باشرت بمحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء الأردن أعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي مقدما التعازي بالضحايا وأكد الناتق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول تضامن المملكة ووقفها المطلق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وبدعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف تواصل روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الثالث والسبعين فيما تم إجلاء خمسين مدنيا من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة من قبل القوات الروسية أتي ذلك بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بإجماع أعضائه أكد فيه دعمه القوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في سعيه إلى حل سلمي للحرب ويعكس البيان الذي تمت الموافقة عليه موقفا موحدا للمرة الأولى لمجلس الأمن منذ الرابع والعشرين من شباط الماضي حيث كانت روسيا قد استخدمت حق النقد الفيتو ضد قرار يدينها ويطالبها بصحب جيشها نحو الأراضي الروسية وفور صدور البيان رحب به جوتيرش قائلا أنه للمرة الأولى تكلم مجلس الأمن بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا مؤكدا أنه سيواصل بذل قصار جهده لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام أجريت اليوم في قصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس مراسم تنصيب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لولاية ثانية مدتها خمس سنوات ماكرون ألقى كلمة حدد فيها الاتجاهات الرئيسية لولايته الثانية أمام نحو 450 شخصا من بينهم أفراد عائلته وأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء فضلا عن الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسواء أولاند وماكرون أول رئيس يفوز بولايتين متتاليتين منذ عقدين لكنه لم يعلن بعد عن الشخصية التي سيسند إليها منصب رئيس الوزراء في ولايته الجديدة مناسبات رياضية واجتماعية يلتقي فيها أبناء الجالية الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها النادي الاجتماعي الأردني في كل المناسبات والعطلات إلى التفاصيل في رأس الخيمة أنشطة ترفيهية رياضية ثقافية ينظمها النادي الاجتماعي الأردني لجمع أبناء الجالية الأردنية على مدار العامة وأتشهد منافسات وأجواء حميمة لتمتين أواصر المحبة والألفاء بين الأردنيين في الإمارات هذه البطولة حقيقة لها أهداف سامية نود من خلالها أن نعمق أواصر المحبة والتواصل بين أبناء الجالية الأردنية والشعب الإماراتي وأبناء الجاليات الأخرى أيضا من أهداف هذه البطولة خلق جوم من المرح والبحث عن المواهب المتفونة عند الشباب وأن يجدوا في هذه الفرص والبطولات مكانا لهم يظهروا هذه المواهب تأتي هذه البطولة بطولة الشيخ محمد بن زايد استكمالا لدور النادي الاردني والأنشطة التي يقوم بها على مدار العام حيث تكون أنشطة ثقافية أنشطة رياضية أنشطة اجتماعية زي ما أنتم لاحظ عزيزي أجواء حماسية وأجواء رائعة سهرة أردنية بأمتياز وشايف الجميع مبسوط والحمد لله جدا رائع والله بصراحة لا نشعر بالغربة في مثل هذا البيت الأردني اللي يحتوينا كلنا والحمد لله رب العالمين زي ما بيقولوها مال علينا الجو أصحابنا بنروح عليهم بيجوا علينا بنشارك بالمسابقات اللي بتصير بالنادي يعني الحمد لله بنحس حانا أنه إحنا في بلدنا في نهاية كل نشاط يحتفي المنظمون بالفائزين لقاء الانتصارات التي حققوها فتراهم مفعمين بالحماسة للمشاركة في سائر نسخ الرياضية الثقافية الدورية الأخرى التي يحرص النادي الاجتماعي الأردني على تنظيمها لتمتين علاقات الأخوة وتشاطر مشاق الشوق للوطن بين أبناء الجالية الواحدة ربيع أبو حسان رؤية رأس الخيمة